السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. نعرض ان شاء الله نعمل مع بعض الفاصولية الخضرة بطريقة سهلة جدا وطعمها يجنن. نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. نشوف الفاصولية هنعملها ازاي. جبت كيلو من الفاصولية. هبدأ اللي انا نضفها. بشيل الزر الاخضر. وبعد كده بقطعها قطعة متوسطة زي ما انت شايفة كده. ممكن كمان تقطعها بالمقاصي بتبقى سهلة. خدت الفاصولية تحت الحنفية كده. وهخسلها بقى غسلة كويسة. انا بنقحل مدة خمس دقيق وبعد كده اه بشطفها بالمية علشان لو فيها رملة او اي حاجة تنزل في المية. كده الفاصولية بقت زي الفل وبقت جهزة معي. حل على النار وحطيت معلقة كبيرة من السمنة. قطعت لي قطعتها قطعة صغيرة. واول كده ما السمنة بدأت تسخن معي. نزلت باللحمة. شوحت اللحمة مع اللية والسمنة. طبعا اللية بتخلي اللحمة طعمها حلوة جدا. وهشوحهم مع بعض لحد ما اللحمة آآ تتحمر معي وهجيب بصلاية كده متوسطة. اضربها في الكبه. وهنزل بها على اللحمة. شوح البصل مع اللحمة على نار هدية. علشان تغذي طعم حلو من الخضار. خلي الخضار بتاعك يستوي على نار هدية. تغذي احلى طعم خضار. شوحتهم مع بعض كده آآ لمدة ربع ساعة على نار هدية. علشان اللحمة تاخد من طعم ورحة البصل. يبقى طعمها حلو. جبت معلقة من التوم. خدت نصها وسبت نصها. هقولك هعمل بيها ايه دلوقتي. وجبت نص معلقة من الفلفل الاسمر. وهشوحهم كده مع بعض. آآ لحد ما التومة آآ تطلع راحتها كده وتبقى لونها صفر معي. كبايتين كبار كده من المية. وهسيب بقى اللحمة تستوي براحتها خالص على نار هدية نص سوا. عبال بقى ما اللحمة تبدأ كده تستوي معي. جبت كيلو من الطماطم. آآ غسلتها كويس ونضفتها وضغبتها في الغلاط وبعد كده هصفيها من الطفل. كده الطماطم بقى الجاهزة معي. الفاصولية كده هجيبها بقى. كده اللحمة بدأت تستوي معي نص سوا. نزلت بالفاصولية. وهسيبها تجلي غلوتين تلاتة قبل ما حط الطماطم. وبعد كده نزلت بالطماطم. وهسيبها آآ يقلبهم مع بعض كده وهسيبها تستوي آآ على نار هادية كده. وكده بدأت تخش في السوا معي. هحط معلقة من السكر علشان الخموضة. وزبط الملح بتاعي. على نار هادية خالص. وآخر حاجة بحطها آآ نص معلقة التوم اللي انا كنت عينيها على جنب قبل مطفل بتجاز. التكة دي بتفرق جدا في طعم الخضار. اي خضار بتعمليه. سيب يحط التوم كده في الآخر. تحطيها بيخلي الخضار طعم طحفة. كده الفصولية استويت معي. واللحمة استويت معي. خطيرة خطيرة خطيرة. جربيها ان شاء الله هتعجبك.